ومع الأسف الشديد العالم الغربي ينظر للأمة الإسلامية والعالم العربي بتحديد وكأنه عالم ثالث متخلف كيف يمكن لنا أن ننهض؟ وحضركت تتحدث عن تطور من التطورات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لو تشرح لنا ذكاء الاصطناعي وكيف يمكن خدمة المسلمين من خلال هذا التطور التكنولوجي؟ راح أسترسر بالحديث مع حضرتك أستاذ علاء حول الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي لإعلم الجديد وهو أدوات تستخدم لخدمة البشر وهو سيف ذو حدين الذكاء الصناعي أما يستخدم لخدمة البشر أو يستخدم لإذاء البشر فطبعا من باب الإنسانية ومن باب التقاليد الإسلامية ومن باب تقاليد مجتمعاتنا أنه نحاول نستخدمه لخدمة البشر والخدمة الإنسانية الذكاء الصناعي الآن يغزر العالم الدول العربية والدول الإسلامية إذا ما الآن تبدأ بستراتيجيات جديدة ستراتيجيات للنهوض بمجتمعاتها من ناحية تقنية ومن ناحية توجه أبناها حول الذكاء الصناعي يعني رؤيتي للمستقبل حول الذكاء الصناعي رح تكون هناك فجوة بين البشر مهما تكون المقابل يكون متعلم ومهما يكون حاصل على شهادات الذكاء الصناعي سوف يجعل فجوة بين الجيل المتحزم أو المتسلح بالذكاء الصناعي والجيل الآخر مهما يكون متعلم ولكن غير متسلح بالذكاء الصناعي فرح تكون فجوة بينهم طب لو تشرح لنا يا دكتور هيسم ما هو الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي يدخل في جميع المجالات هي أدوات تسهل أنا لا أريد تعريف أكاديمي ولكن تسهل وتبسط كل عمليات من ناحية الزراعة من ناحية الصحة من ناحية الفن من ناحية الأمور التعليمية وبالأخص التربية والتعليم في كل مجالات الحياة الذكاء الصناعي يدخل في حياتنا اليومية الآن الذكاء الصناعي يعتبر عامل أساسي لتطوير مجتمعاتنا من ناحية التقنية والتكنولوجية نعتبر الذكاء الصناعي عامل مساعد لو استخدمناه بالشكل الصحيح ولهذا المجتمعات والبلدان التي تكون بعيدة عن الذكاء الصناعي في المستقبل القريب ستكون بعيدة عن التطور والتقدم في جميع مجالاته حتى في بناء الفرد مالتها نصيحتي للأولاد يعني الأبناء للمجتمعات التي تريد ترتقي أو الدول التي تريد ترتقي بمجتمعاتها أن يتجهوا باتجاه التقنيات الحديثة واتجاه الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي غزل العالم الآن وأنا أتحدث معك يوميا أداة من أدوات الذكاء الصناعي نعرف أول أداة والمشهورة حاليا في جات جي بي تي من تحت جات جي بي تي ممكن يجاوبك على كل المعلومات هو الذكاء الصناعي من جميع المعلومات ويسخرها يجاوبك قد يجاوبك في هذا يطيق حلول في بعض المسائل يطيق أمور حتى من ناحية سيقول الصحة احنا شون نستخدمها بالصحة نستخدمها بالصحة حتى عن طريق التطبيب الأونلاين عن طريق التطبيب بعيد المدى في جميع الأمور الآن العمليات التي تحدث في الفتح القلب المفتوح إلى آخره بتقنيات الذكاء الصناعي يقوم بعمل الطبيب إلى آخره ويكون أحيانا أدق بكثير من الطبيب في بعض اللمسات الجراحية الخاصة هذه من ناحية الذكاء الصناعي في مجال الصحة في مجال الزراعة في عدة أمور في الصناعة في التحليلات البيانية هذا طبعا عن دعشي على مجالات الاستخدامات في التربية والتعليم شون احنا نوجه أولادنا في البحوث العلمية ولهذا أنه الذكاء الصناعي إذا لم يستخدم بالشكل الصحيح قد أنه صير فجوة علمية باتجاه البحث العلمي لأنه قد أنه بعض الأشخاص ينتجون بحوث علمية هي موجودة بالأساس الذكاء الصناعي يستخدمها ولكن في بعض الذكاء الصناعي يقول لك أنه أنا أقدر أسوي لك بحث علمي بس هذا البحث العلمي حتى يكتبه يعني كأنه إنساني يكتبه مع أخطاء بسيطة فالذكاء الصناعي الآن جدا مهم للبلدان وخاصة البلدان النامية وبلداننا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية والإسلامية حضرتك تفضلت أنه المجتمع الغربي أكو فجوة بيناتنا من ناحية التقدم التقني والعلمي هاي الفجوة ممكن أنه إحنا نزيحها العالم الغربي والعالم المتقدم نقول عليه من ناحية التقنيات وليس متقدم في كل شيء متقدم من ناحية التقنيات هذا المتقدم يستخدم الذكاء الصناعي في عدة مجالات في المجالات العسكرية مثل ما أتحدثت حضرتك في المجالات الفنية والهندسية الصناعية والزراعية إلى آخر ولكن إحنا كيف نبني قاعدة أساس أهم شيء في بلداننا أنه تكون هناك لدينا ستراتيجيات شون نبني جيل جديد على قواعد متينة متقدم ومتسلح بالتقنيات الحديثة هو هذا الأساس قد أنه بعض البلدان أنه يقول لك أنا أوجه باتجاه الذكاء الصناعي ولكن هذا الذكاء الصناعي أي واحد يقدر يدرسه ممكن بالجامعة يدرسه أو معلومات عنده ولكن هل توجد أدية ستراتيجية لهذا المجتمع؟ هذه الستراتيجية التي تبني جيل متسلح بالذكاء الصناعي ومتسلح بالتقنيات الحديثة؟ من كان يعلم أنه كانت الأونلاين والدروس والجامعات ويتخرجون أساتذة ويتخرجون طلبة من ناحية الأونلاين؟ من كنا أنا في زمني ما نعرف الحاسب أنا كنت في المدارس ما نعرف الحاسب ولا شكل حاسب ترجمة نانسي قنقر